بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه على آله وأصحابه وآل بيته الطاهرين الطيبين نبدأ مع حضراتكم هذا المجلس المبارك بمسجد مولانا الإمام الحسين في قراءته موطئ الإمام مالك بن أنس وذلك من حيث توقفنا في المرة الماضية ونفتتح هذا المجلس بقراءة كريمة من آيات الله الحكيم يطلع علينا فضيلة الشيخ محمد حسن إمام وخطيب بإدارة أوقاف القاهرة فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِ أَكَوَّ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عَظِيمُ أقول الإمام مالك رضي الله عنه في موطئه باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنةٍ عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أنه قال من شاق بدنةً تطوعاً فعطبت فنحرها ثم خلا بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرماً وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن عبد الله ابن عباس مثل ذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنةً جزاءً أو نذرًا أو وهدي تمتع فأصيبت بالطريق فعليه البدن وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أنه قال من أهدى بدنةً ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نظرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسوء باب هدي المحرم إذا أصاب أهله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وأبا هريرة سُئِلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرِمٌ بالحج فقالوا يَنْفُزَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلْ وَالْهَدْ وَالْهَدْ قال وَقَالَ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبُ وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلْ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ ما تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرُمُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا فقال سعيد إن رجلاً وقع بمرأته وهو مُحرِم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يُفَرَّقُ بينهما إلى عامٍ قابل فقال سعيد بن المُسيِّب لينفُزَا لوجههما فليُتِمَّ حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا فإذا فرَغَا رَجْعَا فإن أدرَكَهما حَجُّ قابلٍ فعليهما الحَجُّ والهَدْي وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهما الَّذِي أَفْسَدَا وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهما قال مالك يُهْدِيَانِ جَمِيعًا بَدَنَةٌ 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 قال مالك في رجلٍ وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحجٌّ قابل قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويُهدي وليس عليه حجٌ قابل قال مالك الذي يُفسِدُ الحجَّ أو العُمرة حتى يجب في ذلك الهدي في الحج أو العُمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماءً دافق قال مالك ويُوجِب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من مُباشرة فأما رجلٌ ذكر شيئًا حتى خرج منه ماءٌ دافق فلا أرى عليه شيئًا قال مالك ولو أن رجلًا قبَّلَ مرأته ولم يكن من ذلك ماءٌ دافق لم يكن عليه في القُبلة إلا الهدي قال مالك ليس على المرأة التي يُصيبها زوجُها وهي مُحرِمةٌ مِرارًا في الحج أو العُمرة وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إِلَّا الْهَدْي وَحَجٌّ مُقَابِلُ إِنْ أَصَابَا فِي الْحَجِ وَإِنْ كَانَ أَصَابَا فِي الْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّذِي أَفْسَدَتْ وَالْهَدْي بابُ هدي من فاته الحج حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصارية خرج حاجًا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضلَّر واحدًا وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حلل فإذا أدركك الحج قابلًا فاحجُب واهدم استيسر من الهج وحدَّثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبَّار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديا فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العد كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمُ عَرَفَةَ فقال عمر اذهب إلى مكة فطُفْ أَنتَ وَمَنْ مَعَهُ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّا احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْقِعُوا فَإِنْ كَانَ عَامَ قَابِلُ فَحُجُّوا وَاهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ سَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعُ قال مالك وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا وَيَقْرُلْ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَ وَيَهْدِي هَدْيَيْهِ هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجِّ معَ الْعُمْرَ وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد هذا المجلس العشرون من هذه المجالس الطيبة المباركة لقراءة موطَّئ الإمام مالك والتي يُقيمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية بابُ من أصاب أهله قبل أن يُفيض وبإسناد شيخنا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال حدَّثني يَحْيَى عن مالكٍ عن أبِ الزُّبَيرِ المكِّي عن عطاء بن أبي رباحٍ عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما أنه سُئِلَ عن رجلٍّ وقعَ بأهله وهو بميناء قبل أن يُفيض فآمَرَه أن ينحَرَ بَدَنَه قال وحدَّثني عن مالكٍ عن ثور بن زيدٍ الديلي عن عكريمة مولى بن عباسٍ قال لا أظنُّه إلا عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال الذي يُصيبُ أهله قبل أن يُفيضَ يَعتامِرُ ويُهدِي قال وحدَّثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكريمة عن ابن عباس قال مالك وذلك أحبُّ ما سمعتُ إليَّ في ذلك وسُئل مالك عن رجلٍ نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليُفِض وإن كان أصاب النساء فليرجع فليُفِض ثم ليعتمر وليُهد ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيثُ اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسُقه منه إلى مكة ثم ينحره بها بابُ ما استيسرَ من الهدي قال وحدَّثني عن مالكٍ عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه أن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه كان يقول ما استيسرَ من الهدي شاتٌ قال وحدَّثني عن مالكٍ أنه بلغه أن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما كان يقول ما استيسرَ من الهدي شاتٌ قال مالك وذلك أحبُّ ما سمعتُ إليَّ في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمٍ يحكمُ به ذوى عدلٍ منكم هديًا بارغ الكعبة أو كفارةٌ طعامُ مساكينًا وعدلُ ذلك صيامًا فمما يُحكَمُ به في الهدي شاتٌ وقد سمَّاه الله هديًا وذلك الذي لاختلاف فيه عندنا وكيف يشُكُّ أحدٌ في ذلك وكلُّ شيءٍ لا يبلُغُ أن يُحكَمَ فيه ببعيرٍ أو بقرةٍ فالحكمُ فيه بشاة وما لا يبلُغُ أن يُحكَمَ فيه بشاةٍ فهو كفارةٌ من صيامٍ أو إطعام مساكين قال وحدَّسني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما كان يقول ما استيسرَ من الهدي بدنةٌ أو بقرة قال وحدَّسني عن مالكٍ عن عبد الله بن أبي بكرٍ أن مولاةً لعمرة بنت عبد الرحمن يُقالُ لها رُقَيَّة أخبرته أنها خرجَت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكَّة قالت فدخلَت عمرة مكَّة يوم التغوية وأنا معها فطافَت بالبيت وبين الصفى والمروة ثم دخلَت صفَّة المسجد فقالت أمعك مقصَّان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمستُه حتى جئتُ به فأخذَت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر زبحت شاتًا باب جامعُ الهدي قال حدَّسني يحيى عن مالكٍ عن صدقة بن يسارٍ المكِّي أن رجلًا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما وقد ضفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمتُ بعمرةٍ مُفردَةٍ فقال له عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما لو كنتُ معك أو سألتني لأمرتُك أن تقرِنَا فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما خُذ ما تطايرَ من رأسك وأهدي فقالت امرأةٌ من أهل العراق ما هديُه يا أبا عبد الرحمن فقال هديُه فقالت له ما هديُه فقال عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما لو لم أجد إلا أن أزبحَ شاتًا لكان أحبَّ إلي من أن أصوم قال وحدَّسني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما كان يقول المرأةُ المُحرِمةُ إذا حلَّت لم تَمْتَشِط حتى تأخُذَ من قُرونِ رأسِها وإن كان لها هديٌ لم تأخُذ من شعرها شيئًا حتى تنحَرَ هديَها قال وحدَّسني عن مالكٍ أنه سامع بعض أهل العلم يقول لا يشتركُ الرجلُ وامرأتهُ في بدنةٍ واحدة ليُهدِ كلُّ واحدٍ منهما بدنةً بدنة قال وسئل مالك عمَّن بُعِثَ معه بهديٍ ينحَرُه في حجٍّ وهو مُهِلٌّ بعمره هل ينحَرُه إذا حلَّ أم يُؤخِرُ حتى ينحَرَه في الحجٍّ ويُحِلُّ هو من عُمراتِه فقال بل يُؤخِرُه حتى ينحَرَه في الحجٍّ ويُحِلُّ هو من عُمراتِه قال مالك والذي يُحكَمُ عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هديٌ في غير ذلك فإن هديَه لا يكونُ إلا بمكَّة كما قال الله تبارك وتعالى هديًّا بارِغَ الكعبة وأما ما عُدِلَ به الهديُ من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكونُ بغير مكَّة حيثُ أحبَّ صاحبُه أن يفعلَه فعلَه قال وحدَّسَني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن يعقوب بن خالدٍ المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبرَه أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمرُّوا على حُسين بن علي وهو مريضٌ بالسُقِيَة فقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خافَ الفواتَ خرج وبعثَ إلى علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه وأسماء بنت عميسٍ رضي الله عنها وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حُسينًا رضي الله عنه أشارَ إلى رأسِه فآمَر عليٌ برأسِه فحُلِّقَ ثم نسَكَ عنه بالسُقِيَة فنحَرَ عنه بعيرًا قال يحيى بن سعيد وكان حُسينٌ رضي الله عنه خرج مع عُثمان بن عفان رضي الله عنه في سفرِه ذلك إلى مكة بابُ الوقوفِ بعرفة والمُزدَرِفة قال حدَّثني يحيى عن مالكٍ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفةُ كلُّها موقف وارتفِعوا عن بطنِ عُرَنَة والمُزدَلِفةُ كلُّها موقف وارتفِعوا عن بطنِ مُحَسِّر قال وحدَّثني عن مالكٍ عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزُبير رضي الله عنه أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطنَ عُرَنَة وأن المُزدَلِفةَ كلَّها موقفٌ إلا بطنَ مُحَسِّر قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فالرفثُ إصابة النساء والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفثُ إلى نسائِكم قال والفُسوقُ الذَّبْحُ للأنصاب والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أو فسقًا أُهِلَّ لغير الله به قال والجدال في الحج أن قريشًا كانت تقِفُ عند المشعر الحرام بالمُزدَلِفة بقُزَح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحنُ أصوبُوا ويقول هؤلاء نحنُ أصوبُوا فقال الله تبارك وتعالى لكل أمةٍ جعلنا منسكًا هم ناسِكوه فلا يُنازِعُنَّك في الأمر وادعُ إلى ربك إنك لعلى هُدًى مُستقيم فهذا الجدال فيما يُرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم باب وقوف الرجل وهو غير طاهرٍ ووقوفه على دبَّته قال يحيى سُئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمُزدَلِفة أو يرمِي الجمارة أو يسعى بين الصفى والمرات وهو غير طاهرٍ فقال كل أمرٍ تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيءٌ في ذلك ولكن الفصل إن يكون الرجل في ذلك كلِّه طاهراً ولا ينبغي له أن يتعمَّد ذلك قال وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا فقال بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَّةٌ فاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُزْرُ باب وقوف من فاته الحجُّ بعرفة قال حدَّثنا يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدالفة قبل أن يطلُع الفجر فقد فاته الحجُّ ومن وقف بعرفة من ليلة المزدالفة من قبل أن يطلُع الفجر فقاد أدرك الحج وحدَّثني عن مالكٍ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدالفة ولم يقف بعرفته فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدالفة قبل أن يطلُع الفجر فقد أدرك الحج قال مالك في العبد يُعتقُ في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يُجزِئ عنه من حجَّة الإسلام إلا أن يكون لم يُحرِم فيُحرِم بعد أن يُعتقَ ثم يقِف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلُع الفجر فإن فعل ذلك أجزَى عنه وإن لم يُحرِم حتى يطلُع الفجر كان بمنزلة من فاته الحجُّ إذا لم يُدرِك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المُزدَرفة ويكون على العبد حجَّه حجَّة الإسلام يقضيها باب تقديم النساء والصبيان قال حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافٍ عن سالمٍ وعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يُقدِّم أهله وصبيانه من المُزدَلفة إلى مِنَى حتى يُصلُّ الصُّبْحَ بمِنَى ويرمُّ قبل أن يأتي الناس قال وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن عطاء بن أبي رباحٍ أن مولاتًا لأسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت فقلت لها لقد جئنا مِنًا بغلَسٍ فقالت قد كُنَّا نصنع ذلك مع من هو خيرٌ منكِ صلى الله عليه وسلم قال وحدَّثني عن مالكٍ أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يُقدِّم نساءه وصبيانه من المُزدَلفة إلى مِنَى قال وحدَّثني عن مالكٍ أنه سمِع بعض أهل العلم يكرَه رمي الجمرة حتى يطلُع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حلَّ له النحر قال وحدَّثني عن مالكٍ عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المُنزِر رضي الله عنها أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما بالمُزدَلفة تأمرُ الذي يُصَلِّي لها ولأصحابها الصبح يُصَلِّي لهم الصبح حين يطلُع الفجر ثم تركَبُ فتسيرُ إلى مِنًا ولا تقِف هذا ويُكْمِلُ القراءة فضيلة الدكتور أسامى إبراهيم فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وراه ثم أما بعد فبإسناد أستاذنا العلامة الجليل والمُحدِّف النبيل أستاذنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم متعه الله تعالى بالصحة والعافية نُكمِلُ مع حضراتكم قراءة مُوطَّئ الإبام مالك بابٌ السير في الدفعة قال حدثني يحيى عن مالكٍ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سُئل أسامة بن زيدٍ وأنا جالسٌ معه كيف كان يسيرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع حين دفع فقال كان يسيرُ العنق فإذا وجد فجوة النص والعنق سيرٌ بين الإبطاء والإسراء قال مالكٌ قال هشامٌ والنص فوق العنق قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يُحرِّك راحلته في بطن مُحسِّرٍ قدر رميةٍ بحجر بابٌ ما جاء في النحر في الحج قال حدثني يحيى عن مالكٍ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنا هذا المنحر وكلُّ منا منحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكلُّ في جاج مكة وطرقها منحر قال وحدثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليالٍ بقينا منذ القِعدة ولا نُرى إلا أنه الحج فلما ذنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هديٌ إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفى والمروة أن يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للخاسم بن محمد فقال أتتكى والله بالحديث على وجهه قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلُّه ولم تحلِل أنت من عمرتك فقال إني لبَّت رأسي وقلَّت هدي فلا أحلُّ حتى أنحر قال حدثني يحيى عن مالكٍ عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه نعم بابٌ العمل في النحر قال وحدثني يحيى عن مالكٍ عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من نذر بدنةً فإنه يقلِّدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمناً يوم النحر ليس لها محلٌ دون ذلك ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء قال وحدثني عن مالكٍ عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياماً قال مالكٌ لا يجوز لأحدٍ أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لأحدٍ أن ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق لا يكون شيءٌ من ذلك يفعل قبل يوم النحر باب الحلاق قال وحدثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحدثني عن مالكٍ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلاً وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفى والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت قال مالكٌ أتفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك قال يحيى سويل مالكٌ عن رجل نسي الحلاق بمنا في الحج هل له رخصةٌ في أن يحلق بمكة قال ذلك واسعٌ والحلاق بمنا أحب إلي قال مالكٌ الأمر الذي لاختلاف فيه عندنا أن أحداً لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هدياً إن كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمناً يوم النحر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبِلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةِ بابٌ التقصير قال حدثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج قال مالكٌ ليس ذلك على الناس قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان إذا حلق في حجٍ أو عمره أخذ من لحيته وشاربه قال وحدثني عن مالكٍ عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلاً أتى القاسم ابن محمد فقال إني أفط وأفط معي بأهلي ثم عدلت إلى شعبٍ فذهبت لآدن ومن أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين أي المقراض أو ما يُشبه المقص قال مالكٌ أستحبُّ في مثل هذا أن يُهرَق دماً وذلك أن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئاً فليُهرِق دماً قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقي رجلاً من أهله يُقال له المُجَبَّر قد أفاضَ ولم يحلِق ولم يُقصِّر جاهلاً ذلك فأمره عبد الله رضي الله عنه أن يرجع فيحلِق أو يُقصِّر ثم يرجع إلى البيت فيُفيد قال وحدثني عن مالكٍ أنه بلغه أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يُحرِم دعا بالجلمين فقصَّ شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يُهِلَّ مُحرِماً بابُ التلبيت قال حدثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ضافر رأسه فليحلِق ولا تشبَّه بالتلبيت قال وحدثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيِّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من عقص رأسه أو ضافر أو لبَّد فقد وجب عليه الحلاء بابُ الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة قال وحدثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله فسألت بلالًا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودًا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدةٍ وراءه وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدةٍ ثم صلى قال وحدثني عن مالكٍ عن ابن شهابٍ عن سالم ابن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيءٍ من أمر الحج قال فلما كان يوم عرفه جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفةٌ معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواحة إن كنت تريد السنة فقال أهذه الساعة؟ قال نعم قال فأنظرني حتى أُفيض علي ماءً ثم أخرج فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تُصيب السنة اليوم فاقصُر الخُطبة وعجِّل الصلاة قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالمٌ بابٌ الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة قال وحدثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة قال مالكٌ وَالْأَمُرُ الَّذِي لَا اختِلافَ فيه عندنا وأنه يغطُبُ الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهرٌ وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهرٌ ولكنها قصُرت من أجل السفر قال مالكٌ في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يُجمِّع في شيءٍ من تلك الأيام بابُ صلاة المُزدلفة قال حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شعابٍ عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب والعشاءَ بالمُزدلفة جميعًا قال وحدَّثني عن مالكٍ عن موسى بن عُقُبَة عن كُريبٍ مولى بن عباس عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضَّى فلم يُسبِغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركبا فلما جاء المُزدل فتنزل فتوضَّى فأسبغ الوضوء ثم أُقيمَت الصلاة فصلَّى المغرب ثم أناخَ كلُّ إنسانٍ بعيره في منزله ثم أُقيمَت العشاءُ فصلَّاها ولم يُصلِّي بينهما شيئاً قال وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن عدي بن ثابتٍ الأنصاري رضي الله عنه أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع المغرب والعشاءَ بالمُزدلفة جميعاً قال وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يُصلِّي المغرب والعشاءَ بالمُزدلفة جميعاً بابُ صلاة ميناء قال الإمام مالكٌ رحمه الله في أهل مكة إنهم يُصلُّون بميناء إذا حجُّوا ركعتين ركعتين حتى ينصريفُوا إلى مكة قال وحدَّثني يحيى عن مالكٍ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الصلاة الرباعية بميناء ركعتين وأن أبا بكرٍ رضي الله عنه صلاها بميناء ركعتين وأن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه صلاها بميناء ركعتين وأن عُثمان رضي الله عنه صلاها بميناء ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعدُ قال وحدَّثني عن مالكٍ عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيِّب رضي الله عنه أن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدِم مكة صلَّى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر ثم صلَّى عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين بميناء ولم يبلُغن أنه قال لهم شيئاً قال وحدَّثني عن مالكٍ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه صلَّى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قومٌ سفرٌ ثم صلَّى عُمَر ركعتين بميناء ولم يبلُغن أنه قال لهم شيئاً سُئل مالكٌ عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتين أم أربعٌ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعاتٍ أو ركعتين وكيف صلات أهل مكة في إقامتهم فقال مالكٌ رضي الله عنه يصلي أهل مكة بعرفة وميناء ما قاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة قال وأمير الحاج أيضاً إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام ميناء وإن كان أحدٌ ساكِنًا بميناء مقيماً بها فإن ذلك يُتم الصلاة بميناء وإن كان أحدٌ ساكِنًا بعرفة مقيماً بها فإن ذلك يُتم الصلاة بها أيضاً بابُ صلاةٍ مُقيم بمكة وميناء قال وحدَّثني يحيى عن مالكٍ أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهلَّ بالحج فإنه يُتم الصلاة حتى يخرُج من مكة لميناء فيقصر وذلك أنه أجمع على مقامٍ أكثر من أربع ليالٍ ويُكمل القراءة أخي الكريم الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي فليتفضل مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعدُ فالسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته قال الإمامُ مالك رحمه الله تعالى بابُ صلاةِ المُعَرَّسِ والمُحَصَّب قال ابنُ وضَّاح حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمامُ مالك رحمه الله تعالى بابُ تكبيرِ أيامِ التشريف قال ابنُ وضَّاح حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج الغدى من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئاً فكبرَ فكبرَ الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبرَ فكبرَ الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبرَ فكبرَ الناس بتكبيره حتى يتصلَ التكبيرُ ويبلُغَ البيتَ فيُعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه قد خرجَ يرمي قال مالكٌ رحمه الله الأمرُ عندنا أن التكبيرَ في أيامِ التشريقِ دُوبُرَ الصَّلَوات وأولُّ ذلك تكبيرُ الإمام والناس معه دُوبُر صلاة الظُّهر من يومِ النح وآخرُ ذلك تكبيرُ الإمام والناس معه دُوبُر صلاةُ الصُّبْح من آخرِ أيامِ التشريقِ ثم يقطعُ التكبير قال مالكٌ رحمه الله والتكبيرُ في أيامِ التشريقِ على الرجالِ والنساء من كان في جماعةٍ أو وحدهُ بمِنَى أو بالآفاقِ كلُّها واجِبٌ وإنما يأتمُّ الناسُ في ذلك بإمامِ الحاجِ وبالناسِ بمِنَى لأنَّهم إذا رجعوا وانقضَ الإحرامُ اتَمُّوا بِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَّا فِي تَكْبِيرِ أَيَامِ التشريقِ قال مالكٌ رحمه الله الأيامُ المعدوداتُ أيامُ التشريق قال بابُ صلاةِ المُعَرَّسِ وَالْمُحَصَّبِ قال ابن وضاح حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما يفعل ذلك قال مالكٌ رحمه الله لا ينبغي لأحدٍ أن يُجاوِزَ المُعَرَّسَ إِذَا قَفَلْ حَتَّى يُصَلِّيَ فيه وإن مرَّ به في غير وقت صلاة فليُقِم حتى تحِلَّ الصلاة ثم ما بدى له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ به وأن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أناخ به قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما كان يُصَلِّ الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ بالمُحصَّب ثم يدخل مكة من الليل فيطوفُ بالبيت بابُ البيتُوتَة بمكةَ ليالي مِنَا قال حدثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ أنه قال زَعَمُوا أن عمرَ بن الخطابِ رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالًا يُدخِلونَ الناسَ من وراء العقبة قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال لا يبيتنَّ أحدٌ من الحاجٍ ليالي مِنَا من وراء العقبة قال وحدثني عن مالكٍ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتُوتَة بمكةَ ليالي مِنَا لا يبيتنَّ أحدٌ إلا بمِنَا بابُ رمي الجمار قال حدثني يحيى عن مالكٍ أنه بلغَهُ أن عمرَ بن الخطابِ رضي الله تعالى عنه كان يقفُ عند الجمرتين الأوليين وقوفًا طويلاً حتى يملَّ القائم قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما كان يقفُ عند الجمرتين الأوليين وقوفًا طويلاً يُكَبِّرُ اللَّه ويُسَبِّحُهُ ويَحْمَدُهُ ويَدْعُ الله وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمرَ رضي الله تعالى عنهما كان يُكَبِّرُ عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه قال وحدثني عن مالكٍ أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يُرمى بها الجمارُ مثلُ حصى الخذفي قال مالكٌ رحمه الله وأكبر من ذلك قليلاً أعجبُ إلي قال وحدثني عن مالكٍ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما وما كان يقول من غربَت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بميناء فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد قال وحدثني عن مالكٍ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمارة مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر قال يحيى سُئل مالك هل يُرمى عن الصبي والمريض فقال نعم ويتحر المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبة قال مالك رحمه الله لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفى والمروة وهو غير متوض إعادة ولكن لا يتعمد ذلك قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس باب الرخصة في رمي الجمار قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبى البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدى ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأولي قال مالك رحمه الله تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يخضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدى لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفيست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا قال يحيا سئل مالك عما نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منا حتى يمسي قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصل الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي باب الإفاضة قال حدثني يحيا عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رم الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد النساء ولا طيب حتى يطوف بالبيت قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من رم الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت باب دخول الحائض مكة قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلهنا بعمرة فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميع قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحجة أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وقال إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت فقال هذا فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثل ذلك قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري قال مالك رحمه الله في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية وصلت قبل أن تحيي فإنها تسعى فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تخيض حتى تطهر من حيضتها باب إفاضة الحائض قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن صفية بنت حوي رضي الله تعالى عنها حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقيل إنها قد أفاضت فقال فلا إذا قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بقر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حوي رضي الله تعالى عنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قلنا بلى قال فاخرجن قال وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قد دامتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يا أمد ويقال لن هذا رضي الله الله تكبره أنً точки أنừa ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها قيل له قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن قال مالك رحمه الله قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ونحن نذكر ذلك فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من ستة آلاف امرأة حائط كلهن قد أفاضت قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلامة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلين بنت ملحان رضي الله تعالى عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النح فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك رحمه الله والمرأة التي تحيض بمنا تقيم حتى تطوف بالبي لا بد لها من ذلك وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعض الإفاضة فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائط قال وإن حاضت المرأة بمنا قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم هذا وبالله التوفيق وصلِّ اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكر الله لك يا عزيزي وشكر الله كل الحاضرين وقعل أجرهم على قدر نياتهم وتقبل منا جميعا ونختتم إلى هنا هذا المجلس إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله